عندنا خبرين مهمين اول خبر وهو سؤال هو بناء فريق بناء فريق يفوز ببطولة اهم ولا تنظيم البطولة دي اهم ولا الاتنين الحقيقة انا انا فكرت في الموضوع ده الحقيقة وحبيت اتناقش واطرحه مع حضراتكم النهار ده في حلقة النهار انا كراجل يعني محب للرياضة وطول عمري في الرياضة يعني بتساءل هل ان انا اعمل فريق قوي وابني فريق قوي وطبعا بالتباعية ان انا بعمل فرق كتير اعمل فريق قوي ينافق ياخد بطولة عالمية او دولية او قرية او محلية وتفر احنا بنتكلم على نوع البطولة ايه ولا نظم البطولة دي اهم من انا ابن فريق مع تنظيم البطولة يعني شو وشغل كبير وبيبقى مجهود بيبزل ولا الاتنين ان انا نظم بطولة عشان تساعد فرقتي تكسب البطولة الفكر بتاعنا ايه دايما بقول انا وباخد المثل باتحاد كرة الياد مش اشخاص احنا بنقول الاتحاد بنقول تاريخ وحاضر ومستقبل نفس الفكر نفس النظام نفس كل شيء اولا دوري كرة الياد مش الدوري القوي جدا دوري كرة الياد هو اهل زمالك وكل حين واخر بيجينا فرقة تبقى قوية ممكن سنة هليوبلس سنة طلاق الجيش سنة سبورتينج بيطلع علينا كل سنة حد بيزاحم الاهل والزمالك و لكن الموضوع كله اهل والزمالك ايزا الدوري مش قوي خلينا اعترف دوري قوي يعني عندها خمس ست سبع عندها بي نفسه و لكن عندي منتخب قوي و عندي محترفين في اوروبا في اعظم الاندية طب ده واللعيبة اللي طلعت اوروبا طلعت من المنتخبات يعني مش نادي الزمالك مساء و نادي الاهلي راح لعب بطولة في عالمية فاتشاف لعيب فاتاخد لا كل اللعيبة اللي احترفت احترفت بناء على اداءهم مع منتخب مصر كرة الياد اذا اتحاد كرة الياد الاجابة واضحة اختار يبني فريق اتحاد كرة الياد على مطار تاريخه اختار في سؤالنا ده بناء فريق عنده اهم من تنظيم البطولة او من الاتنين مع بعض لأ انا نظم بطولة لما احب ساعة فرقتي اتحاد الياد تقدم لك بطولة العالم اللي فاتت لما فريقنا في كاس العالم اللي قبله تامن تامن او بطولة العالم اللي قبلها تامن فقال ليه لا طب ما ناخد البطولة عندي وساعة فرقتي تحس ان فيه فكر وتحس ان الفكر في الاخر بيخدم ايه بين قصين بيخدم بناء فرقتي طبعا بتكلم عن الفريق الاول والشباب والناشئين نروح ليه اتحادات اخرى كتير نقول كرة القدم كرة القدم عندنا دوري قوي جدا عندنا دوري اقوى دوري في المنطقة بشهادة الخبراء انا مش رجل خبير كرة القدم ولكن بسمع زي حضراتكم كرة القدم دوري قوي اقوى دوري في المنطقة وعندنا ايضا منتخب على فترات بيبقى قوي اتحاد كرة القدم الاجابة مش واضح الاجابة مش واضح هل بناء فريق قوي هو الاهم ولا تنظيم بطولة ولا الاتنين الاجابة مش واضح وقص على كده كل الاتحادات الوحيد اللي واضح في اجابته هو اتحاد كرة اليد او المسؤولين او اسرة او القائمين في العشرين سنة اللي فاتوا ونفس الكلام مش هتغير اختيار بناء طب انا على مستوى الشخصي انا هيسم انا عندي بناء فريق قوي يحصد البطولات والمراكز العالمية اهم عندي من ان انا اخد بطولة وتنظم بطولة او ان انا او ممكن الاتنين لا انظم بطولة بس الاساس اعمل فريق قوي اعمل فريق قوي ينافس على البطولات كل الاتحاد وكل مسؤول بيختار اجابة السؤال ده وفق رؤيته بس دي كانت رؤيتنا وكنا عايزين نتراحها مع حضركم هنروح للموضوع التاني موضوع محمد صلاح اصبح ايكونة واصبح فكرة محمد صلاح ما بقاش لاعب امبارح انا الحقيقة عادت فرجت على ماتش بورتو اللي كانوا بيلعبوه امبارح ليفربول وانتهت النتيجة خمسة واحد على ما اتذكر عجبني الماتش وعجبني اداء صلاح والاحترافية بتاعته اداءه وشغله على نفسه وتطويره الاداء وتركيزه مع لعبته وكل سنة بالرغم ان واحد زي اقولك انا خلاص حققت ارقام قوي جدا مش عساس كل اسامي عشان محدش يزعل بس كان الستارتنج بتاعهم اندية اقوى من اللي بدأ فيها محمد صلاح ايه مش ايكسو وفروما يعني اندية كتير مش روما يعني في ايطاليا اندية ايطالية ويا دوبك سنة اتنين ورجعهم الفكرة انه صلاح اشتغل على نفسه طب ليه لا ما نلاقيش في كل لعبة صلاح ليه لا ما نتعلمش لعبة كل الالعاب حتى الفردية والجماعية من محمد صلاح نتعلم منه مش المهارات والفنيات على فكرة محمد صلاح مش اعظم مهارة في العالم بالعكس في لعبة كتير بتفوق ولكن محمد صلاح لعب محترف صح سريع وظف سرعيته اولا محترف بيشغل دماغه بيوظف امكانيات ومحمد صلاح مبارئة حصائية بينقصين كده جابوها قالك محاولتين على الجون جونين تو اتم تو جولز هما مش كاتبين الناس دي هناك الاحصائية دي تحت وتلات لوحدية في الماتش اللي شاف الماتش الاحصائية دي ما تلاقيتش من فراغ هما شايفين ان لما لاعب يوصل من الدقة يعني الدقة يعني ايه يعني عقله طول الماتش حاضر انا مستني الفرص انا مش اعمل مجود على الفاضي انا مش ااخد الكورة وفضل احاول على الجون الجون عشان ااخد ستة سبعة طرية اجيب جون محاولتين جونين شكرا خرج ليه احنا مش كده ليه لعيب الباسكت لما يسيب الارض ويشوت ما تبقاش تلاتة بنت ليه لعيب كورة اليد لما يشوت برد تسعة يبقى رايحة في الجون ليه ما يبقاش تركيزي انا بتكلم على منتالتي تفكير مش فنيات محمد صلاح اصبح ايكونة واصبح فكر وفكرة لازم الكل يقتدي به ده العالم بيقتدي به مش احنا والناس فهم محمد صلاح مش اعظم مهارة في العالم ولا اسرع لعيه في العالم ولا 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 هو وظف امكانياته فكره بطموحه بعزمته بارادة المصريين وصل للمكان اللي هو فيها دلوقتي ومحافظ عليها وماسك عليها بالنواجز ماسك عليها بيده واسنانه كل سنة ولا التانية بيشتغل على نفسه هو ده محمد صلاح اتمنى اتمنى يا رب ان احنا نلاقي في كل لعبة محمد صلاح وانا كنت حريس النهار ده اتكلم عشان يا رب بيبقى فيه ناشئ سمعني لاعب كبير يغير فيه الكلام ده ويبتدي يبص للناجحين بينجاحه ازاي كان كلامنا مهم وكان لازم نتراحه مع حضر